السلام عليكم متتبعين الكرام داخل الوطن و خارج الوطن هذا سيد خدام على رأسه تاجير في الأول يبدأ خدام في حانوت هذا سيد هذا أصلا وسوسي أنتم لا يعرفون أنه السواسة لا يوجد العمل والمعقول خدام لا يوجد مشكل ثم أصلا وسوسي يبدأ إحوان سيد أو سيد سيد تزوج من الإنسان على سنة الله ورسوله السيدة لا يوجد لا يوجد لا يوجد أنتم تعلمون أنه لا يوجد كامل أي منطقة أنتم تفرد مع أنه لا يوجد السيدة لأنه لا يوجد لا يوجد وأنه لا يوجد سيد السيدة لا يوجد وأنه يخسرها وأنه يملك من قلبه السيدة يوجد أنه يوجد أنه يوجد أنه يوجد أنه يوجد إلى مدينة أنه يوجد أنه يوجد إذا كان يوجد أنه يوجد لن يوجد أنه يوجد أنه يوجد لأنه يوجد أمامه مدينة وقال ما هو شوية ميسور عليك يقع مرة مرة يدور معه وكذا طيح لي واحد الفكرة واحد الفكرة دياله قال له دبنتي يولدتي توام ويعني هادو دبير عندك سبعة يعني هاد السادس السابع هلاش ما تعطينيش واحد يعني الربية معايا وانت رك عارفني انا ميسور عليها وكذا وهدي وخصني يعني الربية يعني الربية وانا راه محتاج الدراري وكذا يعني انت يا الاخ ديالي يعني من الاقرب يعني اولا وراه ولدك يعني ما نقيده لفحالة مدنية الول ورا يبقى ولدك وكذا يا ايش معايا نقراه كذا وانتخلي معك واحد قالوا ايا ما كانت شي مشكل يعني ما كانت شي مشكل وحنا يا رحنا يعني عائلة مرة مرة اجي توقع تشوفهم رحبا بك بالفعل ديكش اللي كان داروا الاجراءات ديالو عطاها الدري يعني عطاها الدري علما كبر شوية ضرب ديكش شوراك اكس باش عالما بدك اياكل سير لعلك وكذا داتوا معا يعني داتوا معا الزوجة ديالو مشا بقى عيش معاهم بقى عيش معاهم بدا بدا شوية بشوية بشوية مشا السيد يدخلوا لمدراسة بدك يقري بدك يتغل فيه اه شد سيد الباك يعني دار لافاك بدك مهم كيقرأ ومهم بتوك يعاون ببع السيد يعني دخلوا لهات التجارة هادي يعني سافي من الباك دار واحد لعام طلافا كمالتما أجروا للتجارة مهم السيد قرأ سيد وعا أجروا للتجارة بدك يخدم يعني كيخدم مع ابو عرف الحسابات عرف هذه عرف هذه سيجي بس العمل لعنا سيجي حنايا سير بيقى هذه دير هذه يعني السيد واطق فيه يعني كيحسبو بحل ولده يعني بحل ولده أرى انها الدار هادي فين ساكنين هما عندهم وحد الخدام وحد الخدامة يعني كتكتجي عندهم يعني مي يجابوا الوضع مرة مرة كتكتعاون يعني الزوجة يعني كتعاونها مرة مرة كتجي يومي في السيمانة ثلاثين في السيمانة بعض المرة كتبت معهم إلا كان عندهم شي شي شغالات شي عرض شي حاجة فهد السيدة هادي اللي واخدها هد السيد هد الحاج هذا اللي ما كتولج يعني بدك يتزاد عليها الحال يعني السيدة مرضات يعني السيدة مرضات بدك يتزاد عليها الحال اللغات الخدامة دي رابقات عندهم يوميا وخاك الجيش يخدم اخرى كتسمح فيها وكتستطبقها معاهم كتعاونهم كذلك هذا الابن هذا اللي اسمته حسان والاخر اللي اللي بقى في البلاد اسمته حسين يعني حسان حسين أرى ان هذا حسان كي عاون بحال بباك يعاونه كذا سير جيب السلعة كذا يعني ما كي يدد تشي تصرفاتها ولا ها ولا كي ياخد الفلوس لا تشعجه يعني كوش معقول يعني هذا اللي شبيب ببا يعني الحاج يعني كي يحتارمه متال الاخر كي يحتارمه كعي يطلوغا الواليد يعني كي يطلو الواليد وما يجي لأب دياله الحقيقية او كي يقول له الواليد يعني عندهم دك الشي الحسير ارى ان كما قلت لكم مرات الحاج متزاد علي الحال يعني تزاد علي مسكين الحال مرضات كذا يعني توفات توفات السيدة توفات دلو مراسم الجانازة كذا هذه دزد عليها مودة يعني دزد عليها شي اعامي نونساكك تقريبا ارى ان الحاج يعني ما يقدش يعني يبقى عايش بوحده وكذا يعني اطرح واحد الفكرة الطبيب ان انا نزوج الحكم يعني انا يعني خاصني. نزوج. كذا يعني ايش نوع نعاب واحده وكذا كبير مرة مرة تأتي عندي الخدمة ودفع اصبح هذه الخدمة يوميا. يعني ترام شادي السيدة يعني Melchat يعني اللي كانت مزوجها يعني ما كلها طيب اصبح اصبح كده دور فعله هذه الخدمة يعني اصبح 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 يوميا. يعني يوميا للدار. يعني كينا اذا في الدار بقاذ الخدامة بقى الولد الذي مربيه يعني ولد أخوه بذلك المعنى هذا هو ولده حسنا رباه منه كان صغير يعني قال الحاج يتحدث في هذه الفكرة قال اران تزوج يعني اران تزوج يعني عارفة الأسرار دينا وكيف تزوج هذه الخدامة يعني نضيها على سنة الله ورسوله يعني عارفة يعني الأوضاع دينا وكيف يعني عارفة كل شيء يعني السيستام ديالي كيفه كانت بلية واحدة سيدة اللي محتربة وخيضيجا يعني كانت تزوجت سيدة يعني مطلقة سفي بحل ما حملتش الزواج سفي بقى سعطي على الخدمة أرض عليها الفكرة قال اسمعها بالناس يعني بغي نتزوج على سنة الله ورسوله وانتي يعني عشرين معاك وكذا وهادي يعني لا وافقتي يعني لا وافقتي ما عنديش مشكل قلت له يا سيديت يعني ما عنديش تشي مشكل يعني ما عنديش غينتي يعني شعور العائلة دياليك وكذا إلا وافقه يعني شتي الأمور الغادم زيانة يعني تكون الأمور على خير وباخير فبالفعل مش عند الإبن ديالو آآ حسان قال له اسمعها والدي نرى يعني يعني حسيت بوحدة الوحدانية وكذا والزواج يعني را نحل الله يعني ما كاينش يعني ما نديروش يعنيش حاجة أو لا فأنا بغيت ندير يعني نتزوج قال له يا سيدي مرحبا قال له أنا بغيت ندير هذا الخدام اللي كتكون معنا قال له الأخير يا الوالدة يعني ما كنزيج مشكل وكل شيء يعني مبروك وكذا مبروك مسبقان وكذا وفرح به بالحجب عندنا ورا بغيت جواج وكذا فما كان ما كاش عندوش يرد يعني مشي بحلاقة ما عجبوش الحال ولا قال له الوالد يعني فرح له بزاف فبالفعل قال له دبانان خليها تطلع يعني لدارهم وتستاشر معاهم وكذا يعني كيكون واحدة المندة من بعد يعني من بعد يعني دست واحدة ثلاثة أيام يعني ثلاثة أيام سي طح كومة يعني الحاج طح بحرك لاشي حاجة كومة طح تزاد عليه الحال تزاد عليه الحال ديال بالصح مشا مشاوا تدور طبيب كيدي طبيب شنو كين شنو كين قال له كين تسموه ما تسموه وقالوا تسموه في الكرش كده هذي جاءوا عو تاني عطاوه الدواء كده الدواء ما كيقرش فيه يعني التسموه باقي يعني شي تسموه يعني كلاه ومشايله في الدم يعني تسموه صعيب باش يتصفالوا الدم وكده وخاك يبدلوا له الدم مهم كلاه الحاج ديال بالصح بدأ يعني كي يتعالج بدأ كي يتعالج كي براسيمانا عابتني كي يرجع لدك شي سي الضعاف يعني ما بقاش عنده واحد القدرة يبشينه كتجي مسكينة ذيك الختامة كتعاونه كيشتاد الإبن تاعه الحاسن تتعاونه ديال الحاسن ومقابله ديال الحوان اللي عنده نحوان عنده نحوان في مدن اخرى وقديروا في التالي ديال عام الحسابات يعني عنده بزاف ديال ديال المحالات اللي مقابله يعني كي يوقف عليهم بيدهم ديال الحاسن اللي كي يقابل لهم وكذا واحد النهار الخدامة جاية يعني بحل النهارة العوايدة جاية داخلة دخلات مشات عند الحاج يعني تشوفه في البيت دياله كتلقى الخدية فوق رأسه وتتلقى الفراش كله كله مخربك كتلقى المجورة محلولة حي يددك الخدية كتلقى الحاج عنده الرغوة فمه سيد مقتول هنا سيدة تصدمات سيدة بقت كتفتف هزت الدليفون عيطت لولده حاسن قال حاسن رقيت بقرة مئة كيفاش مئة اهو قاتلوا شي واحد كيفاش علمي البوليس علمي البوليس علمي البوليس انا سيطوان كيفاش كدر سيطوان 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 بالفعل سيدة علمت البوليس سيطوان داروا المعينة ديالهم لقوا فعلا سيد مقتول لا سيد مقتول حدا شي مجورة و شي شي حوايجة حال البيت تقلب كامل المعينة دائما مالية � مالية حسن حال سيطوان كان حسن كان و كان الملح حسن حسن غير حسن يعني دخل لمنزه بابا فينا وابا فينا وابا عندما كانت الشرطة حصى قلت له فين كنتي قلت له أني كنت في طوان قلت له كنتي فوقها وكينت عن البارح تكتب بنوان عمي صافر وكينت بطوان قال لك وقد قلت لك سوف تظاهر على الخابة وكلت في الدار لقد رأيت مواجهة مبينته وكنت في الدار وقد رأيت مواجهة لتحققوا معهم الخبر عندما قلت شراء للحاجة لم يكن في الدار ما لم يكن في الدار مين كنت وقلت مع أحد ورحمة المسافة ومن المتجد يتعب ومن المتجد يتعب يتدرك أنه كان هناك أفضل يتعب أن يتعب ونحن نتعب سؤال ونحن نتعب أن الشرطة فوق الطاقة إلى تشاهده إذا لم يكذب فقد تدعوها لا يسبرها المهم يمكننا التخرج يعني يذهبوا معه تل تطوان يتأكدوا بأنه تسيد وماذا كان فيه علان يعني كان فيه علان في تطوان او لا حيث او لا يفيد او لا فيه علان قالوا كونت فاد الحان ونساولوا ديك ملحان تقدير مع الحساب قالوا ايا راكن معايا وكذا ورادزنا عنده واحد صاحبه اخر ايا سيا الله مشوا عنده صاحبه اخر قالوا نفس الهضرات تراجف مينداز تتأكدوا بأن السيد فعلا كان في تطوان ارجعوا بي ارجعوا الهنا كأن شيئا لا يعقع بشاوع او تاني عنده خدامه اقنا بأن السيد كان في تطوان يعني شنو التلاعب بتاعك وماذا كدبت يقول لا سيدي اراني شتو كده هذي هذي يعني تحولت للتحقيق هي يعني ضروري بحيث ما كان يش يعني واحد الادلة اللي ملموسة بأن السيد فعلا كان في الدار البارح يعني وتوبيت يعني بأن يعني جو الشهود أو ثلاثة والطريق وكذا بأنه كان فعلا في تطوان فالسيدة تحولت للتحقيق ولكن باقي ما كان شيئا اديلة فبقى البحث جاري يعني البحث جاري يعني كي يسولوا من لنا وماذا لهذا الحاج كانوا عنده شيئا اهداء واذا 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 أرنا يعني هذا الحاج حسان ضروري يدله القنازة فم بعد يعني ما خرجت الجوت بحيث تشرحوها والقوة السيد يعني فعلا مقجوج فعطاه واسلموها لابنته الغير الشرعي يعني ولدخوه فمشدفنها ودير هذه القنازة أرنا هذه القنازة جاءوا الناس اللي يعرفوا الحاج جاءوا 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 بحيث حقيقي بحيث حقيقي وقد تماموا يعني أخو يعني يتمام أخو كل شيء جاءوا وجاءوا الناس اللي كثراف وكذا واذا 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 يعني قالسين في مراسيم الجنازة فاجأوا واحد البوليسي كان ساكن احدا الحاج يعني بوليسي ماشي مختمش في الشرطة القضائية ولكن بوليسي قاعدة جاءت مما بقى قالس ودار واحد الحديث وكان قالس حدا بين حسان يعني الحقيقي اللي ساكن في البلاد وبدأ ذاك بين حسان بدأك يطلق يعني واحد كيقول بأن هذا أكره والدي ماشي يود الحاج مو يطلق هذا قد نواطع هذه كما كنقوله فذلك البوليسي وانا كنحييهم هذا المنبر كان ذاكي خدا هذه المعلومة هذه ودخل واحد الحوار بينه وبالأب دي الحسان الحقيقي دخل بما بينه حوار واي لانا كان كيس حابني ذاك راود الحاج ومعرفة قديمة وانا عدس كندس حداه وهكا بدأ كي تيجابه وبين حسان فبدأ يعني كيقوله بأن راني أنا ولد توام ورا واحد اسمته حسان الحسين حسان اعطيته الخوية اللي ما طلعه رحمه والحسين خليته عندي خليته عندي ورا خرج واحد المسخوط الوالدين دي ما تيدي المشاكل دي ما داخل خارج للحبس وكذا وهذه يعني هاد الشرطة هاد الدكي اخداد المعلومات هذه يعني ها ستعاون في هذه القضية بحيث كان الحاج عزيز عليه بزدف ماشيغا هو عزيز على الجيران كاملين طيبه بدياله بالمعاملة دياله يعني هاتو ما قاع ربه ودخوه حسبه بحل ابنتي ومعمره قاله ولد خوية دي ما ولدي 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 وطاق فيه وعطاه يعني بزاف دي الحسابات بزاف دي الوكالات يعني يقول ولده الحقيقي فلغت له هذا البوليس هذا التحق بالفرقة يعني ديال طبيعة الشرطة القضائية وعلمهم بعض المعلومات هذه اللي مكلفين بعض القضية هذه بطبيعة الحال فاعلمهم وقال لهم يعني تقدر المعلومات هذه تنفعكم يعني اخوه قالوا بأن غام سخوط الوالدين داخل خارج للحبس وكذا قد يكون هوا من هذه الموال الفعلة ما نعرف قد يكون جميل مهم بحثوا مع هادير ومعشي بحث يعني الأخرين اخدوا هذا القضاء هذا المعلومات بعيد الاعتبار وقالوا لماذا يعني 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 ضرورة يكون اخوه وجمع الزوجان يعني اللي هي موين حسن الحقيقية والحسين ذا جاء وتما يربوه قالوا لهم سأسألكم بعض الأسئلة دوووا معهم بحث ديالهم في كان ولدك أو قبل ديال النهار في كان ولدك واش يتجاوبين واش كان بيت معكم في الدار ولا ما كانش بيت يعني قبل ما توقع الحديثة في قال في قالت الخدامة بأنه توفى ومن بعد نهار فاش توفى في كان ولدك واش كان بيت في الدار يعني يعني جاء ولا ما جاء شين هارا يعني ما كيباش في الدار قتلهم مرة 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 ولكن طول هاد المداد يا سيدي راشي ربع ايام ولا خمس ايام ما جاش ما جاش للدار فاش وقعت هاد الحديثة ايام زيان فيك يكون ونذكر مريح في البلاد شي ومعك في البلاد داوهم بالفعل بشو معاهم البلاد بقوا صامرين على حسين بلولهم اجي معنا جاء معاهم دخلات انتم مراكم عارفين دخلات ديال الشرطة يعني كيكون عندهم واحد واحد دخلات اللي كتخلي المجرم يقر او يعني هي غام على الهضرات وخيهضروا ما عادي كيعرفوه واش داير فالفعل هدروا معا قالوا راحنا عارفين كل شي وكدا غاقول غا دير هذا قالوا مشوفو انا راني انا اتعرف لكم بكل شي راه هاد الجاريمة هذه اللي وقت راه خويا هو سبب فاتش كيفاش ايا خويا حسن هو سبب فاتش فهنايا قالوا له خاصك تعود لنا كل شي شنوقعه وهنايا ارجع انا وهنا اعود لكم القصة من الاول فلما الحاج قال الحاسان يعني اللي وولد اخوه قالوا بان ان ينزووش هاد الخدامة فهنايا جاه واحد الوسواس بانا لمشا تزووش الخدامة هتولد له ايو اللي وش يوحدين وارتها معايا وانا هو الواريت الوحيد وانسى بانا هو مرا ما دخلوش في الحالة المدنية وهو بانا راه ماشي ولده الحقيقي فهنايا الطمع يعني نفسه ريد كأنه مات وهو بقى فرا ما هي وردش هي ورد خوه وعمامه وخوه فهو ما يوردش حاجة وخوه رباه وكبره وكده 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 فهما شي هو الولد دياله الحقيقي فالطمع يعني كما يقوله الطمع طاعون فهنايا يعني بدأت تقطع عليه افكار ديال الشر افكار بانه يتهنى من هاد الحاج يتهنى من هاد السيد اللي دار فيه خير ورباه وكبره وجابه للمدينة اما بقى انا غاطلع في البلاد وكده اما رباه وقراه وعلموا الصنعة وعلموا التجارة وحلموا كيفه شي شي يدخل الدرهم فيه جهازة بهدل عزرا كان حشم كان حشم بحل نعود بحل هاد الشي هذا يعني كتشوف انسان كتدير فيه الخير يعني خير تربيه تربيه وتكبره وتوكله وغطعه ما غطعه مريه يحلك في الركابي فما باله كان ربيه ثمي كان صغير نستشوره ونتكس ربيه فيه وتكبر فيه ونهار تقول له يعني حقوه حقوه تزوج شارب عارق حقوه هادك ف شنو دار بدأ كيوكله السم عليها السيد بعد ثلث ايام واربع ايام بدأ كيمرض وخاكي يأكل الدواء كيدلو عوتيني السم الدواء والسم تدله يعني بحل خنزلو الدم وخاكي كشف السيد ما ماتش يعني دار واحد الخطة اخرى اللي عيط لخوه عارف خوه يعني شمكار خوه اي مقابل غا الحشيش كدال داخل الحبس خارج الحبس عيط له واستغل تشابه بينه وبين خوه استغل هاد تشابه وقال لخوه انا بغيتك راه رف خبارك راه الحاج بغيت زوج ديك الختامة وانا ما بغيش هاد زوج هادا وانا راني بغيني ورد وكدا وانت يا هن نجيبك معايا معاكين مرة مرة كان يدور معاك وانت رك خوه مدمي اما دك حاج فمتشوف دار فيه الخير وكدا وقال يا دك ها حاج انا ختك رك خوه مدمي ويدك منك وخا تكون مجدامة وبدأ عليه بهد الحضراء هادي وخالم صارن في الكرشوره وكدا بزونه وخال نغوت عليك شي مرة وكدا ولكن هاني وانت اخويا ما ندوسك بدك يغمق عليه بهد الحضراء هادي فمن بعد قال له قال له اخوه هدك الحسين هدك الشمكار قال له ان هنيكم هدك الخدامة وكدا كون اقل له اللي انا ما بغيتك تصفي على الخدامة يعني كان النواياه هو الارت ويولي دك شي كامل دياله طمع مع الحين ان الحجم كان يعني كان يعطيه دياله وحد البيتو او قول برطمة الفوق قاع هاو سكن التروازية عنده ثلاثة السفلي والوسط وعاد الفوقي اذك الفوقي يعني خاوي دياله مع العين يعطيه يعني رايت القاهرة كاتبله بعض شي حويج بحسي دك مشيل ابنت عو الشرعي مع العين سيد طمع زاد طمعا فوق طمعا فقال له انا بغيتك تصفي قال له الاخورة غا دخني يعني حدا ديالي طريقة باش دخني حدا نصفي فقال له انتك تشبهني وكذا فهن نعطيك الجاكة ديالي وان احسن بحالي وان خليك الفوق انا عندي الغرض الوحيد غي تجي الخدامة في الصباح ندير براسك بحرق طالع على الفوق وكذا المهم تشوفك باش انا نتبت بانني وانا نمشي تطوان وانتبت باني تقول يعني دير وجي بحال الخدامة هي كدابة هي كدابة تقول راني شافت وانا رات بتعلي كذا تمشي فيها الخدامة بشكل سيطبق اخو ساعد الانتباع وانتبعت عمل اكثر من انتباع وانتبعت وانتبعت قام يخرج يلغل فقط وانتباع مقام في حلقة قريبا و ادعوهم البلاصة في كنديرم تم جاي حسن قال له ادق الفلوس اغديها ارى لي ادهب لا تنطبيعه ادهب وهنا سالات الاستمر دي هاد الجوج المجريمين يعني يشوف اخوه منحارف اخوه داخل خارج لا تنطبيعه هنا محل هاد المحل ادهب فيه حيد مدكشي و سير تجوج لك هذا اول اخ صالح يعني خرج على اخوه و خرج على راسه بسبب الطامع يعني محنش في واحد سيد رباه و امه يعني محنش فيه فعدد اخوه بغتي غاي قديلك تلافيره في التالي ركتس بقالي فمني عاود له تواجهه الشرطة القضائية بحالة الشي بشات عند حاسن جابته قلت له اكل شي تفتحه و اخوه و احدانه شافه و اخوه مباشر صافي انهار خرجوا ذاك الخدامة بعد مما كانوا يشكين فيها يرى كل شي ايشك فيها قلت له رائية ما تكذبته و تتبت عليه كتبه و الناس يقولوا بانه كان فتي طوان تخرجت انا باش عجبتنا القضية الحكم كان يعني جيد في هذه القضية تحكمه بالاعدام يعني باش انت انتي بخوك لا هو ولا اخوه تحكمه بالاعدام حسن و حسين تحكمه بالاعدام يعني بحيث هده اتش هدو اللي دارو انسان يعني تبعض ضباط و دارو فدك شي قالوا يعني ايبقى لك كل شي شحال قاعد ادي هده هده المرة اللي يجوجه و جتومون ايبقى لك كل شي حشو ما قاعد دير في السيدة كرباكو كده يعني صافي يعني السيدة طمع طمع خرج عليه و خرجت على اخوه عاود الاخ يصلح يعني زاد زادوا البقل و جريم فانا كما قد لكم يعني قصة يعني فيها واحد العبرة فيها واحد العبرة و ما تنسوش الشيرك في القناة تفعيل يعني لايك 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 وتفعيل الجرس و ديما لايك 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 جيمات و الكومنتار كترب الكومنتارات والسلام عليكم اشتركوا في القناة